أخيراً بقى إيه اللي مستنينا في الفعاليات اللي جاية من مهرجان العالمين الجديدة؟ إحنا من هنا لغاية إن شاء الله زي ربنا أحيانا وكانين عمر يوم تلاتين تمانية اللي هو نهاية فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وعلى فكرة دي نهاية فعاليات المهرجان لكن العالمين باللي إنت شايفه ده دي مدينة تصلح إن إحنا نبقى عيشين فيها وموجودين فيها وفي جماعات وفي أماكن بعد كده كمان هتبقى يعني إنت شايف كم يعني نفسه والله الكاميرا جيبي شايف كم الكافيهات والأماكن والبيوت الأماكن دي والمحلات دي دي بيوت مفتوحة وناس بتشتغل وشباب بيشتغل وناس بتلاقي فرصة عمل ما كانتش موجودة الشباب ده وهو موجود هنا فهو ممكن كمان سنتين بالمدينة اللي هو شايفها دي عادي ممكن يتجاوز ويعيش هنا ويخلف هنا ويبقى موجود هنا فانت حلت كم مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية ومادية لقطاع كبير جدا جدا من الشعب بوجود حياة في مدينة هي أصلا كانت من كم سنة فاتت مش مجرد صحرة كانت حقل ألغام تخاف بس تهوب ناحيتها والتي يجي جنبها من هنا بقى لغاية يوم تلاتين إحنا كل يوم عندنا فعالية جديدة في فعاليات فنية لسه مستمرة معانا لغاية نهاية شهر أغسطس عندنا فعاليات رياضية النهاردة يبقى في مطش زي اللي اتعامل من 3-4 تيامة بين النجوم مصر أنت بتشجع منك؟ لا أنا بشجعهم كلهم دول حبايبي ما تزعلهمش مننا لذا كلهم حبايبي دول فهنلاقي النهاردة عندنا مطش تاني عندنا احتمال إن شاء الله كبير جدا النهيب عندنا احتفالية رياضية كبرى بيتم التجهيز لها إن شاء الله يوم 28-29 إن شاء الله أغسطس هتبع حاجة كبيرة جدا 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 على مستوى الوطن العربي إن شاء الله وعندنا أكتر من فعالية من هنا لغاية نهاية فعاليات المهرجان بإذن الله بإذن الله الناس اللي موجودين هنا يستمتعوا بيها والناس اللي بتفاجعوا علينا بإذن الله برضو تمتحهم ويستمتعوا بيها أنا بشكرك والله جدا وشرفتنا يا كابتر إبراهيم